مرون عشوري البارح كنت مباراة تونس سومالي ترشحنا بالطريقة التونسية ترشحنا هدف لي صفر في الذهاب ما سجلناهش احنا وصفر صفر في القياب بصعوبة كبيرة فما ميريت اللي هو ترشحنا من ضمن خمسة منتخبات افريقية وكنشوفوا المفاجأات اللي صارت البارح معناها يظهر لي ستان ميريت للملاعبية للإطار بتاع المنتخب التونسي بالمقابل انتصار لا يخفي مشاكلنا في تونس اليوم عنا عدة مشاكل انتصار وترشح لاهو بشي صلحنا تعليم ولاهو بشي صلحنا منظومة صحية ولاهو بشي حسن في البنية التحتية انتصار ينجم يكون نصنفوه في خانة المساكنات بالضبط هو الترشح اللي تحقق البارحة وكان من نوع من على الاقل في هاك التسعين دقيقة وما ولي جاء بعد التسعين دقيقة شوفنا المشاهد متاع فرحة شوفنا عبيد خرشة للشارعة شوفنا التزمير ما ادراك ما التزمير ما واثاره على تاريخ تونس لكن حسينة اللي اللي الشعب بداية متعطش لكل ما ينجم يكون اه نوع من اه انواع الفرحة هذه الحاجة الولانية والحاجة الثانية كنا الموضوع ذا يحكينا فيه في السابق وليد وانه اه مزال على الاقل المنتخب الوطني التونسي من الاشياء اللي كتحقق حاجة اه تفسخ كل الممكن الفروق الاخرى ومو كل الانتماءات والاختلافات وعلى الاقل في اه يعني متعطش التسع من اه من الوقت متاع ساعتين ثلاثة هم كل يتنحاو ونرجعو ونحكيو على شعب اه معنى متحد حاول اه حاول اه يعني اه هدف حاول اه حاول اضرابو لكن البارح بالحق الترشح معنى انتها كان ببعض بببعض البرودة توا ما نبعده شوي على الحدث ممكن ناخده بعض عليه بعض المسافة اه بالحق بالتونسي معنى بالتونسي هذا ما لعبناش ما ظهرنا حتى شي على التيران اه عملنا تسعين دقيقة ما فيهم حتى اه يعني تير كدري فرصة حتى تير كدري اه هذا كل صار في اطار تنظيمي اه اه يحشم هذا الشي اللي صار البارح في اه مداخل الملعب وفي مخارج وبعد مترشح له ومحيط الملعب ومحيط الملعب ولي صار في الصحفيين والناس اللي تخدم غادي لا يرتقي الى مستوى يعني اه اه مباراة بطولة عادية اه نحكيه على استاد اللي اه كبنية تحتية معنى اموره تعبه برشة اه لدرجة انه ما عادش النجم ونعبيه استاد معنى لي اسباب اه امنية ما سلامة الحفاظ على سلامة الناس ما اه اه في اطار هذاي كل حققنا ترشح لكن ما ما يلزمش اه كي العادة في تونس ما يلزمش يعني الانجاز او الترشح او معنى في الكورة ولا في غير الكورة يحجب علينا انه اه فما مشاكل عميقة جدا في الكورة التونسية وفي شتى المجالات في تونس تاريخيا على فكرة قتل التزمير اه قبليك تاريخيا اه عام ثمانية وسبعين ونذكره جانبي الاسود في عام ثمانية وسبعين اه والا وكل اللا ولا 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 وكسر العظام الي صار في عام ثمانية وسبعين تونس وقتم ترشحها المونديال. بالضبط. عام ثمانية وسبعين. عام شمانية وسبعين المونديال اللي صار في الارجنطين والارجنطين هزت كيس العالم وهي ترزح تحت ديكتاتورية عسكرية هي من اسوأ ما ثمه في العالم. بمعنى. صحيح. رأوا ما تشكوره في الاخير هو ما تشكوره. اما ما يبدلش اه حياة الناس وما يبدلش تاريخ الشعوب في الاخير. يبقى مباراة كرة قدم. بالضبط. بالضبط دم. اه كي ما قلت لك ما هي الا اه يعني اه متسع من الوقت اللي التونسي او غيره اه يهرب فيه من اه من المشاكل اللي حارب فيها كل يوم. نوع من اللي تصير في اطار متاع اه ما تشكوره وفي اطار متاع متاع نوع من الاتحاد او الوحدة الوطنية حول حاجة معينة. اه لكن اه بطبيعة الحال في الكيمة كيمة في مسائل اخرى العودة الى الحقيقة توجع. مغدوة العودة الى الحقيقة راي ماش سهلة على الناس كل. العودة الى الحقيقة فيها تفاعل من الاتحاد الاوروبي ويمكن اه اللي هي لا يستهنوا بها نحكيه على اربعة مليار اورو في شكل استثمارات اه لاستعادة النمو والنمو الاقتصادي والتشغيل في تونس. هذي تصريح للمفوضة على الاتحاد الاوروبي اه في اطار سيست الجيواري. قول كونه اه هذي يجي في اطار اجندة جديدة للبحر الابيض المتوسط اقترحها الاتحاد الاوروبي منذ سنة اه اربعة مليار اورو مروين رام برشة فلوس. معناها في شكل استثمارات وغيره ينجموا يغيروا برشة حاجات. لكن بالمقابل يزمك اه يلزمك اه شكون اه يتصرف فهالفلوس هذي وفهالمشاريع هذي ويوفر لها مناخ ليتنجم تصير فيه. صحيح هو اه روه المسألة هذي يضرل ينجم ونستخلصوا منها ثلاث حاجات. الحاجة الولانية هو انه هذي يزيد يأكد اه على مستوى الاتحاد الاوروبيا مش على المستوى المانيحين الاخرين. اه التونس من اكثر البلدان اللي تم ضخ اه اموال فيها. ومزالوا جايين. معنا كان ناخدوا الاموال اللي تعطات من الاتحاد الاوروبي على مختلف اشكالها. ونقسموا على عدد الساكنين في تونس نلقاوا اللي تقريبا تونس اكثر واحدة في العالم. تاخد فلوس من عند الاتحاد الاوروبي. هذي حاجة. الحاجة الثانية طبيعة هل الفلوس هذية. يزمنا نكون نفهمه على الاقل نعاو انه المانيحين الدوليين ما عادا الاف امي لو وصلنا معها للا اتفاق معادش مستعدين مش يعطيه فلوس لميزانية الدولة. معادش مستعدين يعطيه فلوس اه التوازونات المالية متع الدولة. اه يفضلوا طوا فما زاد يعني الفلوس اللي تعطات سابقا من البنك الدولي. يا اما بيش تمشي للاعانة المباشرة للعائلات الفقيرة والمعوزة. يا اما بيش تمشي في استثمار وفي حويج من من النعوذية كيما الاربع مليار اروه هذو. اما فلوس هذية تفضل يا دولة هاهم فلوس. واعمل بيهم اه شنو تحب. اما بعد اه نصلحوا بيهم اه عجز ولا نخلصوا بيهم شهاري و الى اخير هي. هذي معادش يساعد المانيحين دوليين. وذور لي وضاحت المسألة هذة. اه الحاجة الثالثة اللي لا تقل اهمية على الاخرين هي اه يعني كي الاتحاد الاوروبي يحط اربع مليار اروه يكونوا اه ديسبونيب للتونس. هذي لا يعني آليا انه الاربع مليار اروه هذو مش تتلقاهم في الحقيقة. لانه فما مقدرة متاع استيعاب متاع الاستثمارات هذية وبتاع الفلوس هذية ومقدرة التنفيذ تحولها الى اه تعبيرات معنا عملية. يعني الاستثمار معنا نحكيه على اه ممكن شركات ممكن دي اه بارتوناريا بيبليك بريفي انا كييس قانترا وحويج منو عذا. وحسن مثال هو اه ندوت عشرين عشرين. بالضبط. مساع الاستثمار ولي شفنا فيها بارشة ارقام لكن في الاخير ابريكو اليوم نجي ونشوفه ونلقاوا نسبة الانجاز ضعيفة وضعيفة. بالضبط. وهذي اه جاي من الدولة تونسية. هذي هذي روه مسؤولية المباشرة بتاعد دولة تونسية ومتاعد الادارة التونسية في اه عدم قدرتها على استيعاب هه الاستثمارات هذي هذي وعدم موجود المورونة اللازمة على المستوى الاداري وعلا على المستوى القانوني وعلى المستوى التشريعي. لي اه تحويل هالالالالاللي اه يعني استغلال هال الكنيوتة هذي اللي حاطينها وهذا مشكل اللي كان البنك الدولي حكي عليه في السابق كان هذي أحد المشاكل اللي تعاودت فيه عدد كبير من مشاريع التعاون اللي صارت بين تونس وبين عدد كبير من المانحين اللي الفلوس كما قالوها عدد من السياسيين زاد الفلوس تقعد ويقف على الحدود في الأخير ترتيب البيت معناها ترتيب البيت في الداخل هو اللي يخلي كونه فما مانحين فما مستثمرين فما فلوس اللي قادرة كونه تدخل للبلاد تحدث نمو تحدث تشغيل تحدث توازن بين الجهات ريذوا هتوا تجيكم الفلوس هذا الميساج اللي قاعد يتقال من برة الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي نظموا رواحكم انتوما قلونا وين تحبوا تمشيوا احنا رانا مستعدين ندعموكم مستعدين نعاونوكم وبين ظفرين وكلمة تتقال ويبدو لي في بلاستها ما همش بشي خليوا تونس اتيح لأنه مش في مصلحة حتى حتى كون تونس يصير فيها السيناريو سواء الليبي ولا غير الليبي وهذا بطبيعة ما نتمنيوهش لكن في الأخير هذي كله يمر عبر القنوات الداخلية متعنا احنا يزينا نلقاه حل احنا في بعضنا جزيلا شكر لك مروين عشوري بعد لحظات في السيديو ضيفنا يكون نبيل حاجي القيدي في التيار الديمقراطي هو ضيف الساعة